بيبدأ مسلسلنا من آلاف السنين في مملكة اسمها مملكة جوسون وبنعرف إن ملك المملكة اللي اسمه لي أعلن حظر تام للجواز والحب يعني اللي يتجوز ده كأنه ارتكب جريمة أو حتى لو وقع في حبه واحدة يعتبر جريمة برضو وطبعا ما فيش حد من الشعب كان قادر ينطق ولا يتكلم بس بيكون في بنت اسمها رانج مش بتبقى راضية عن اللي بيحصل ده وبتكرر تبقى نقطة التغيير وبمساعدة صاحبها اللي أكبر منها بسنين كتيرة واسمه يوب بتبقى ماشي تنصح الناس بالحب ولو عرفت تخليتنين يتجوزوا يبقى خير وبركة وطبعا بتعمل ده في السر والموضوع استمر السبع سنين كاملين وبتكرر رانجة وسع نشاطها أكتر من كده بس بنسبنا من رانج دلوقتي وبنروح للأسر الملكي وبنعرف إن كبير الخدم وسيدة البلاط الأولى بيبقوا عايزين يلاقوا حل للموضوع بتحذر الجواز ده علشان كده بيكرروا إنهم يحطوا مخدر في مشروب الملك ويدهولوا واللي ادخلوا المشروب بنت جميلة جدا بحس يعني تغري ويقع في حبها ولكن برغم إن المخدر ده بيبقى قوي جدا بس الملك بيتعصب وبيبقى قرب إنوية الكبير الخدم ولكن بيوقفوا قائد الحرس الملكي شين وبنعرف إن شين ده يبقى صاحب الملك جدا وبنعرف إن ليه بيعمل كل ده لإنه مكتائب من موت مراته وحبيبته واللي من بعد موتها بيحس إن محدش يستاهل يحس بالحب تاني وبنعرف إن وزير الحربية مش بيبقى وافي للملك وكمان ليه عارف ده ولكنه مش هينفع يتخذ معي أي موقف لحد ما يثبت عليه أي حاجة تخليه يعمل كده وبيعدي وزير الحربية حدوده وبيقول ليه إنه ما ينفعش يفضل مستمر بموضوع الحزر للجواز ده لإنه فشل في حماية مراته بس برضو دي بتكون حقيقة والملك ما بيقدرش يعقب الوزير عليها ولكن بيكتفي ليه إنه ينهي الاجتماع ويروح علشان يزور قبر مراته وبنعرف إنه كان متجاوز وحدة جميلة جدا اسمها جاه وكان بيعشق الهوى اللي كان بيقرب منها بس ولكن في يوم حس ليه إن جاه متغير معاه لدرجة إنها طلبت منه يخلي باله من نفسه لو هم افترقوا فبيقول لها ليه إنه مش فاهم إيه اللي هيخليهم يتفرقوا أصلا ولكن هو اللي عايزها توعده إنها تخلي بالها من نفسها وبيمد إيديه علشان يوعدها ولكنها بتمسك إيديه وبتبسها وكأنها مش عايزة توعده فبيسيبها وبيمشي وتاني يوم بيصحى ليه على خبر موتها وبيعرف إنها شنقت نفسها وكله بيقوله إن هي اللي خلصت على نفسها فعلى طول بينهار وبيفضل يقول إنها جريمة ولكن ما بيقدرش يثبت مين اللي عمل كده ومن يومه هو بيشوف كوابيس عن جاه ويحساس الزنب مش سعيبه في حياله وبنروح لرنجه وبنعرف إنها اشترت مكان هي وصاحبها علشان يخلوه زي مجلس للحب وبيبقوا محتاجين موظفة وبتجي لهم بنت اسمها هي وبتبقى جميلة جدا وبتوافق رنج توظفها وبيتشهر المكان ده جدا بكونه مالجأ لأي حد بيحس بشعور الحب لحد ما بيكرر الملك بنفسه يروح لهم علشان يعرف هو إيه المكان المشبوه ده بس حظ رنج اللي سويد بيسمعها الملك وهي بتتكلم عنه وحش وبتقول عنه كلام مش بيقدر يستحمل يفضل مستمعه وبس كده علشان كده بيقمر جنوده يقطحموا المكان ويقبضوا عليها فبتحول رنج إنها تهرب ولكنها بتقع في حضن شين ولما شين بيشوفها بيحس إنه شافها قبل كده وبتبقى شبه بنت جميلة جداً كان بيحبها ولكنها اختفت مرة واحدة بس رنج بتقوم بسرعة وبتهرب ولكن هتروح فيني يعني ده الملك بنفسه بيطردها وفعلاً بيلقوها وبيحطوها في زنزانة خاصة لحد ما يعرفوا هيتصرفوا معاها إزاي بس رنج بتبقى عايزة تهرب برضو فبتقرر تخوف كل اللي في المكان عن طريق إنها هتمثل إنها شمان وعندها قوة روحية بتخلي الأرواح تلبس جسمها وبتمثل إن فيه روح شريرة لبساتها دلوقتي وبتقول لهم إنهم لو محررهاش الروح دي هتقلب حيات المملكة كلها لجحيم والوهلة الملك بيصدقها فعلاً وبيطلب من شين يجيب هالو فوراً فبيروح شين يبلغها إن الملك عايزها وبيخليها تلبس هدوم أحسن من اللي كانت معاها ولما رونج بتبص على وشه ليه بتلاقي عنده هالات سودة من قلة النوم وده معناه إنه مش بيبقى عارف ينام وفي الغالب بسبب كوابيس أو هالوز بيشوفها فبتكمل التمثيلية وبتقول ليه إن فيه شبح بيطارده وأكيد ده مسببله قلة نوم وبيسمع حاجات غريبة وبيحس بوجع في قلبه وبتبقى ضربة حصد منها ولكن فعلاً كل ده اللي كان بيحس بيه فبيبقى منبهر وبيطلب منها تعرفه هي مرطة اللي ماتت عايزة منه إيه لإنه بيحلم بيها وهي بتبقى في قصاده وبين عليها إنها عايزة تقوله حاجة ولكن مش بيسمع صوتها وفجأة رونج كده بتقعد تتلوى وكأنها بتتقلم وبتفضل تتحرك في المكان بشكل غريب وفجأة بتقف في مكانها بكل هدوء وصوتها بيبقى قرأ وطريقتها بتبقى قهدى وبتكلم الملك وبتقوله إزايك فبيفهم الملك إن ديره حمراته لبست في جسم رونج فبتقوله رونج إنها أولاً هتنحني ليه احترمه كده وبتقعد على الأرض وبتقوله إن جسمها تحلل وما بقاش في أي حاجة تخليها تنتمي للعالم ده ولكن روحها لسا متعلقة وده بسببه لإنها بتتقلم لما بتشوفه بيتعذب بسببها فبيدم عليه وفعلاً بيفتكر كلام مراطه وبيحس كأنها قعدة قدامه فبيقولها إنه فشل في حمايتها ولازم يحس بالزنب بس رونج بتقوله إنه مش مزنب واللي حصل ده مش بإيديه وبتطلب منه يسمح نفسه ويتخلى عن الزنب علشان يسمح لها إنها تطلع للسماء وترتاحية كمان فبيقوم ليه من مكانه وبيروح لها وهو عمال يعيط وبيمسك إيديها وبيترجاها إنها تقعد معا شوية بس فرنج بتتأسف له وبتقوله إنه روح مراته ومشيت فبيقوم ليه وبيعدل هدومه وبيطلب يرجعه رنج تاني للسجن وبنعرف إنه من يوم وفاة جاه وفي كل يوم ذكرى وفاتها بتتعلق بنته في القصر الملكي وهي مشنوقة وكأن جاه بقت لعنة في القصر والموضوع تقرر سبع مرات في السبع سنين وكل مرة ليه بيفتكر مجاه وبيبقى عذاب شديد بس مش بيبقى قادر يستحمله علشان كده بيبقى عايز يلاقي المجرم اللي بيعمل كده قبل ما بنت بريئة كمان تموت وبيأمر ليه بإن رنج تخرج من السجن وتبقى خادمة عنده وتعيش معاه في القصر وفعلا شين بيحررها وبياخدها علشان يوديها للمكان اللي هتعيش فيه ولكن ليه بيشوفهم وهم على جسر في القصر وبيحس إنها نسخة من جاه وبيروح يحضنها ولكن لما بيفوق من اللي هو فيه بيبعد عنها وبيقول لها إن كان في حشرة بس وهو كان عايز يمشيها ومن شدة اهتمامه بيها قرر يخليها تعيش مع سيدة البلاط وكأنها مساعدتها ودي مكانة كبيرة جدا وتاني يوم بترجع رنج تاني لصحابها وبتقول لهم على اللي حصل وبتعرفهم إنها هتضطر تعيش في القصر وهي جاية بست للمحاجتها وبتودعهم ولكن في طريق رجوعها تاني للقصر بتشوف رنج واحدة ست رجبة عربية والحراس شايلينها علشان يودوها للقصر الملكي بس رنج بتترعب منها وكأنها تعرفها وبتستخبها هيوشين منها وبنعرف إن زيت بأمرات أبو رنج وبنعرف إن رنج أصلا كانت من عيلة محترمة وغنية ويسمعها الحقيقي سون بس مرات أبو رنج قتلت مامتها عن طريق إنها أكلتها أكل مسموم وكانت عايزة تكمل جريمتها وتخلص عليها كمان وتفقت مع قاتل إنه يدخل قضيتها ويقتلها ويخفو الجثة ويقولوا لباباها إنها هربت مع واحد وخانت العيلة بس رنج قدرت تهرب من القاتل ده لحد ما وصلت لحف التل والقاتل ده لقاها وطعانها بالسيف ووقعها من عالتل وطبعا ما فيش أمل إنها تعيش ولكنها فضلت عايشة بمعجزة إلهية وكررت تغير إسمها وقتها من سون لرنج والمصيبة الأكبر إن مرات أبو رنج تبقى مقربة جدا من مامة الملك وبتبقى رايحة لها أصلا علشان تعرض عليها بنتها وتشوف لو كانت مناسبة إن الملك يتجوزها وتبقى الملكة أما بقى رنج فبترجع للأصر الملكي وبتعيش أصعب فترات حياتها مع سيدة البلاط لإنها بتحاول تعلمها الاحترام والتصرفات الملكية وبعد يوم طويل ومرهج بتكون وقفة تخدم الملك اللي كان قاعد قدام وليمة وبياكل براحته وهي ميتة من الجوع وبطنها كمان عملت صوت بيدل على إنها جعانة فبيأمر الملك إن كل اللي في المكان يخرجه مع ده هي وبيقول لها إن الصوت اللي بطنها عملته ده مش بيحبه الصراحة فبيتقول له إنها أسفة ولكن دي أوامر من روح جامراته لإنها دلوقتي بتقول لها تعد تاكل معاه لشان تونسه وفعلا ليه زي اللهبل بيصدقها وبيطلب منها تاكل معاه فبتنزل رانج على الأكل ومش بتخلي صنف إلا لما تخلصه وطبعا شهيته بتتفتح وبيحسوا إنه لو ما كلش أصلا بسرعة رانج هتخلص على الأكل كله فبيبدأ يأكل هو كمان ولما بتعرف سيدة البلاط إن شهية الملك رجعت على إيد رانج بتفرح جدا وبتبقى فخورة بيها ما تعرفش علشان بس بتخلص على الأكل مش أكتر وبنعرف إن حكاية رانج لسه ما خلصتش وبتبقى شايلة سر وطرفه التاني هوا شين ولكنها بتبقى خايفة توجهه علشان كده بتكرر تاخده في صفها وتبني معاه علاقة كويسة وبتجيب مشروب وبتطلب منه يقعد يشرب معاها وهو لسبب ما بيوافق وبيقعد يشرب فعلا وبيفضله يدردشه مع بعض لحد ما بيسألها عن الجواز فبتقوله إنها متسولة ومحدش كان بيحب يقرب منها فبتسأله هي كمان هو ليه مش متجوز فبيقول لها إنه كان هيتجوز بنت وزير شؤون العاملين وده يبقى أبو رانج أصلا وبنعرف إن شين ورانج كانوا هيتجوزوا جواز صالونات ويعف حبها وبيبقى في عادة في جواز الصالونات هناك هي إن الزوج ما بيشوفش مراته غير في الفرح بس ولكن شين كسر العادة دي وقدر يبص على رانج من بعيد وعرف شكلها بس لما بيحضر الفرح بيلاقي عروسة تانية أصلا غير رانج تماما وكانت بنت مرات باباها وبيسأله من يا فين عروسته الحقيقية وبيتعصب جدا وقتها ولكن بيدخل عليهم حراس الملك وبيعلنوا حظر الجواز وده كان أول يوم بيتطبق فيه وبيكمل شين وبيقول لرانج إن من اليوم ده وهو بيدور على عروسته لأنه مش قادر يحب حد غيرها فبتسأله رانج هل هو لسه فكر شكلها فبيقول لها إنه مش فكره بالزبط ظهرت الخوخ الوردي فبتضحك قوي وهي خايفة وبتقوله إن دي ريحة مشهورة جدا وفيه ستة كتير عندهم الريحة دي فبيقول لها شين إن كلامها صح ولكنه هيقدر يميزها لما يشم ريحتها فبتحس رانج بالحزن لأن لولا مرات باباها كان زمان حياتها وحياته بيت أحسن بكتير وبتستأذن منه علشان تقوم وعلشان لي نام بتفضل رانج تقعد جنبه كل يوم قبل ما ينام علشان تحكيله قصة ودي كان الطريقة نكحة وتاني يوم لما بيصحى ليه بيلاقي رانج قعدة في وشه وإنهم هينط من عينيها فبيسألها إيه عاملة كده ليه فبيقول له إنه فضلت صهرانة جنبه علشان تهتمي بيه فبيأمورها تروح ترتاح ومش بتبقى قادرة تمشي فبيساعدها بنفسه بيشيلها وبيوصلها لقودتها وبتنام وبنعرف إن ليه اتغير للأحسن ونفسيته بقت كويسة جدا من يوم ما رانج دخلت القصر وفي يوم بيجيله قارك ومش بيبقى عارف ينام وبتضطر الرانج تفضل جنبه بس علشان تسلي نفسها بتعرض عليه يقعده يشربه سوا ومع إن ده طالب ما ينفعش خادمة تطلبه من الملك بس ليه بينسى خالص إنه ملك معاها وبيقول لها إنه مش عايز يشرب فبتستفزه رانجه وبتقوله إنه باين عليه كده عايير صغير مش هيقدر يشرب ويكمل معاها الصهرة فبيقول لها إنها تتضمر وبيوافق يدخل معاها مسبقة شرب وبيفضلوا يشربوا من كل الأنواع اللي موجودة في القصر لحد ما ليه مش بيبقى قادر يشرب تاني ولكنه بيستغل سلطته كملك وبيقول لها إنه مش هيشرب تاني ولو فتحت بقها بأي كلمة هيعدمها والليلة خلاص بتخلص على كده وتاني يوم بتصحى رانج بدري وبتلاقي شين راجع من تمرين لإن جسمه ضعيف وعايز يقويه فبتطلب منه يعلمها إزاي تبارس بالسيف وبتقوله هتروح تغير هدومها وتجيله بسرعة فبيحس شين وقتها إنه شكله كده وقع في الحب تاني من بعد عروسته اللي هير بتدي وهو برضو ما يعرفش لسه إن رانج هي العروسة أصلا وفعلا شين بيبدأ يعلمها المبارزة وهي بتبقى عبيطة وفرحانة باستفل خشب اللي معها وخلاص وبتفضل تهزر هي وشين وبيشوفهم الملك وبيحس وقتها إنه فيه نار بتولع فيه ودي نار الغيرة لإنه برضو وقع في حب رانج وبنعرف إن مرات أبو رانج على علاقة بوزير الحربية وبتخون جوزها وهم اللي اتنين بيكملوا بعض من نقطة الشر وبتعرف مرات أبو رانج من خادمتها إنها شفت واحدة شبه سون بالزبط وطبعا كده بتكون تأكدت من البنت اللي شفتها قبل كده إن هي سون وبنعرف إن مرات أبو رانج قتلت مامة رانج وكانت عايزة تقتلها كمان علشان بس سمعت من عراف إن في بنت من بناية الوزير هتبقى مرات الملك فقررت تقتل سون علشان بنتها هي اللي تبقى الملكة ولي بيبقى عايزي قوي علاقته برانج شوية فبيطلب منها تتمشى معاي بالليل يشموا هوا سوا وفي يوم بتروح الملكة مامة الملك علشان تشوف عروسها لابنها وبتقابل بنت مرات أبو رانج وبنعرف إنهم خدوا اسمها وبقى اسمها سون وفي اليوم ده أربع خدمات بيشوفوا شبح لجا وطبعا بيطلعوا يجروا زي المجانين والموضوع بيتكرر تاني بس المرات دي مع أبو جا نفسه ومن صدمته بيجري عليها وبيفضل يعاية ولكنه مش بيلاقي أي حاجة والخبر ده بينتشر وبيوصل لرانج وشين وبيبقوا عايزين يحققوا في الموضوع ده أكتر من كده وبيعرفوا إن الشبح كان لابس فستان فرح جا فبيروحوا للي صمم الفستان الملكي وبيبقوا عايزين يعرفوا هل هو صمم فستان تاني ولا لأ ولكنه بيعرفهم إنه ما صممش زيه لإنه غالي وبيفكرهم الخياط إنهم عايزين يتجاوزوا ويصمموا فستان لفرحهم وبيسألهم هل هم معروسين جداد فبيرد الشين عليه وبيقولوا إن شكلهم كده وبياخد رانج وبيمشي اللي بتبقى مصدمة من كلامه وبيروحوا اللي اتنين بعدها لأبو جا ولما بيفتحوا سيرة الموضوع ده بيفضل يعاية وبيسألوا لو كان بيهلوس فبيقولهم إنه متأكد من اللي شافوا وبيشاور لهم كمان على المكان اللي هي كانت فيه وبيقوم يجب لهم صندوق جا اللي ما تفتحش من سبع سنين وكان فيه فستان فرحها وبالليل الموضوع بيتكرر تاني مع الملك نفسه وبيشوف لي شبح مراته ودي بتبقى أكبر صدمة حصلت له لإنه بيشوفها على البحر ولما بيجري عليها بتختفي وكأنها وقعت فيه فبيبقى عايز ينزل يدور عليها ولكن رانج بتحضنه وبتهديه وبتقوله نديم الشبح جا ولكنه موضوع غريب هيوصله لحياته ومعاهم دليل على إنها مش شبح وبيكونوا ودوا فستان جا اللي كان مع بابها للخياط علشان يتأكد إنه فستانه ولا لأ ولكنه بيقول إنه مش الفستان اللي هو صممه بنفسه لإنه صمم الفستان الأصلي بخيط دهبي من عند البطن ولكن الفستان ده معمول بخيط فدي وهو فعلا نسخا من الأصلي والشبح اللي كان بيظهر كان لابس الفستان الأصلي وده معناه إن في حد في الأصر ده عارف التفاصيل دي كلها وبيحاول يلعب بعصاب الملك وتاني يوم بتقف رانج معاشين على الجسر اللي في الأصر واللي بيبقى تحته بحر وبتخده ومن الخد ده يعني بيقع في المية ولكنه بيغبط في حاجة وهي مراية طويلة وبيتأكدوا أكتر إن اللي ظهر ده ما كانش شبح وبنعرف إن اللي ورى الخطة دي هي مرات أبو رانجو وزير الحربية وبيحصل تفتيش على كل بنات الأصر الملكي علشان يشوفوا لو فيه واحدة شبه جاي بالزبط لدرجة إن الملك بنفسه يصدق إنها عايشة بس بيجي أمر خاص وبيتقبض على رانج نفسها وده بيبقى أمر من وزير الحربية وده لأ إن مرات أبو رانج عايزة تخلص عليها وعرفت إنها في الأصر وبيتحقق مع رانجو وبيعرفوا إن رانج ده مش اسمها الحقيقي وعلشان تخلص نفسها بيبقى لازم تقول اسمها ولكنها بتسكت لأنها مش بتبقى عارفة تقول لشين إنها عرصته اللي اختفت وفي الوقت ده الملك بيكون في عرض الجيش ووزير الحربية هو اللي منظم العرض ده فبينزل الملك علشان يبص على جنوده ولكنه بيقف قدام جندي ضعيف ولما بيشين من على دماغه الخوزة بتطلع بنت ودي بتكون البنت اللي مسلت إنها شبح جاة فبيروح وزير الحربية وبيقول للملك إنه مش عارف البنت دي بتعمل إيه هنا بس الملك بيسكته وبيؤمر بالقبض على البنت اللي قدامه دي ولما بيعرف إن رانج تقبض عليها بيتجنن وفي الوقت ده رانج بتبقى بتتعذب من مساعد وزير الحربية والحصن الحظ الملك بيروح يفكها وبتكون علامات التعذيب بين عليها قوي فبيؤمر بعقاب لمساعد وزير الحربية كإنه أزل ملك نفسه وبيشرف الملك على علاج رانج بعدها وبيتأسف لها على اللي حصل فبتقول له رانج إنه أكيد عارف إنه اسمها مش رانج فبيقول لها إنه عارف ومش مهتم يعرف اسمها الحقيقة إيه لإنها معاي في القصر علشان تساعده وهو عرفها برانج وبيطمنها إنه مش هيئذيها مهما كان فبتدمع رانج فبيحضنها الملك وبيقول لها كل حاجة هتبقى كويسة بس بيجي خبر الملك بيكسر روابط عقله من تاني لإن البنت اللي اتقبض عليها إنها مسلت إنها الشبح لقوها شنق نفسها بنفس الطريقة اللي جامتت بيها وبرضو مش بيبقوا عارفين مين اللي قادر يعمل كل ده من غير ما يتمسك حتى وبتعرف رانج إن أي ست بتقرب من الملك بيلاقوها مشنوقة في نفس اليوم اللي جاء اتشنقت فيه وده تقرر في السبع سنين اللي فاتوا من خدام الملك ودي المرة تمنأها فبتترعب رانج على نفسها ولكنها بتتملك نفسها كده وبتروح للملك كمان علشان تهديه بس هو بيمسك إيديها وبيترجها تفضل جنبه فبتقوله ما يلقش لأنها مش هتسيبه وبيحققوا بعدها بشكل مكسف في القضية دي لحد ما بيوصلوا المكان كانت البنات بتتخطف فيه ولما بيروحوا للمكان ده بيلقوه فاضي بس شين بقوة ملاحظته بيشوف حجر كريم على الأرض وكمان بيلقوا في استنجال أصلي مدفون في بير ولما رانج بتشوف الحجر اللي شين لقاه بتعرف هو كان فين وده لأنه حجر مميز جدا بيتحط في حلقان الملكات يوم الفرح والكسة بتبدأ توضح وبنعرف إن وزير الحربية كان بيخطف البنات علشان يلاقي أكتر واحدة شبه جا وفعلا لقاها ولبسها لبسها ولكنه شدها علي مرة واحدة وده سبب إن الحجر يقع وكان وعيدها إنها تعيش ولكن لما تقبض عليها بقى عايز يتخلص منها وأمر حد من رجالته إنهم يشنقوها من غير محد ما يشوفوا وفي نفس اليوم ده بنعرف إن هي ويعد في حب واحد وتسأله هو ليه بيمشي وراها كده ولكنها بتتخطف من قدام عينيه وبيجري الشخص ده الرنج لإنه عارف إنها صاحبة المكان اللي هي شغلة فيه وبيقول لها إن هي تخطفت والحصن الحظ شين كان معايها فبيروح هو وشين علشان يلحقوها بس ده برضو بيبقى قرر غبي لإن في حد بيختف رنج نفسها وبيتورد شين العصابة اللي خطفت هي ولكنه بيلاقي في بنت تانية مخطوفة ولما بيبص عليها لابسفرج لها بيعرف إنها رنج لإن هو اللي كان شري لها الجزمة دي ولما الملك بيعرف إن رنج تخطفت بيتحرك مع جنوده وبيروح ورشين وبيوصلوا فعلا وبيقدم له الدعم الكامل بس العصابة بتكون هربت وبيقولوا وقتها إنهم لازم يلاقوا رنج فورا واللي لايدي كمان وفعلا بيوصلوا للعصابة اللي خطفت رنج وبيلقوهم أصلا كانوا خطفين بنت كتير جدا بس كلهم كانوا شبه جا ولما الملك بيشوفهم أعصاب وبتتعب ولكنه بيتمالك نفسه بس في كل البنات دول ما لقوا شرنج ولا حتى هي ولكنهم لقوا أحجار وقع على الأرض وذي كانت هي بترميهم لحد ما فقطت الوعي وبكده يكونوا عارفوا مكانها وبنعرف إن فيه واحد مجنون كان بيخطف البنات ويتجوزهم وبعد كم يوم بيقتلهم وكانت آخر ضحايا هي هي ولكنه مش بيلحق يعمل فيها أي حاجة لإن شين بيوصل للبيت بتاعه وبيفضل يفتش فيه لحد ما بيلاقيها وبييجي الملك وبكده هي بتتحرر وبنعرف إن رنج دلوقتي مع وزير الحربية ومرض باباها وبيبقوا عايزين يقتلوها بقى بشع طريقة ممكنة علشان يقزوا بها الملك ولكنهم بيقرروا يبعتوها مع عصابة وزير الحربية لما كان بعيد تختفي فيه لكم يوم وترجع له بقى ميتة بس في عصابة قطاع طرق بيقابلوا عصابة وزير الحربية وبيخلصوا عليهم وبياخدوا منهم رنج وبيعرف الملك إن رنجت خطفت من قطاع طرق وهم أكيد في الجبل دلوقتي ودني يوم لما رنجت تصحى من فقدان الوعي بتلاقي قدامها ملاك شاب وسيم جدا وبيطلب منها تمشي وراه وبيتمشى في المدينة اللي هم فيها دلوقتي وبيقول لها إن اسمه تان وهو رئيس المكان دا والمكان دا عبارة عن مدينة هو أسسها لأي حد ويعف الحب وخايف من نظام الملك الظالم وفعلا المكان بيبقى مليان سلام وحب ودفع وبيعرفها إنهم مش أشرار بس قطاع طرق دول كانوا تابوا عن جرائمهم وشافوها وهي مخطوفة وكرروا يرجعوها وفي الوقت دا بيكون الملك معاشين وبيكونوا قدروا يوصلوا للمدينة دي وفعلا قدروا يتخطوا حراس البوابة ويدخلوها ولكنهم لقوا رانجة قاعدة وسط أهل المدينة وعما لا تضحك عادي فبيدخلهم الملك وبيقولهم محدش يتحرك من مكانه بس قوات المدينة دي بيبقوا أكتر من قوات الملك نفسه وبيقدروا يربطوا الملك وشين وقواته والحد دلوقتي أهل المدينة ما يعرفوش أصلا إن دا الملك بتاعهم وبيحس تاني إن الرانجة دي حتة نصابة وعايزة تقضي على السلام بتاع مدينته ولكنها بتقولوا إنها شمان وعندها قوة روحية وفجأة بتفضل تتلوى برضو زي ما عملت مع الملك بالزبط وبتروح بصل تان كده وبتنادي بأخوها وبتتأسف له إنها مش يتسبته وبتعرفوا إنها أخته ران فبيقول لها تان إنه مش مصدقها فبتقوله يصدقها وبتعرفوا إنها ران أخت الصغيرة اللي تخطفت ولقاها ميتة فبيدمع تان وبيصدق إنها أخته فبتقوله رانج إن الناس الأشرار قتلوها بس هي ما حستش بأي وجع ولكن روحها متعلقة في المكان ده لإنه لسه زعلان وهي عايزة يرتاح وبتطلب منه كمان يحرر الملك وشين لإنهم طيبين وبتودعوا الأخر مرة وبتفقد رانج الوعي وفعلا تان بيحرر الملك وشين وبيحكيله قصة المدينة وبيشوف الملك قد إيه هو كان آسي لما حزر الجواز ومنع الناس من أبسط حقهم وهو الحب بس وهم وقفين كده مع بعض وعلاقتهم بقت كويسة بيدخل عليهم جنود الملك بس ليه وقتها بيديهم أمر بإنهم ينزلوا الأسلحة وبيعرف أهل المدينة وتان إنه هو الملك بتاعهم وبيعرفهم إنهم مش مزنبين ولا مجرمين وبيشكرهم علشان خلوه يشوف الحياة بشكل أحسن وبمساعدتهم هيخلي المملكة كلها تبقى زي المدينة دي وتم بيوضعهم وبيشكر رانج علشان خلته يوضع أخته لآخر مرة وبترجع رانج للأسر وبتحضنها سيدة البلاط وبتقول لها إنها كانت خايفة عليها قوي وبيبان كأنهم أم وبنتها وبيروح شين لرانج وبيقول لها إنه عارف إنها مش شمان وإنها كانت بتمثل على تان وبيحكي لها اللي هي عملته وهو عارفه وبنعرف إن لما تان طلب من رانج تمشي وراه علشان يحكي لها قصة المدينة كانت بصت على مكتبه وشايفت ورق مكتوب فيه كلام كتير ولكنها قرأت اسم بنت منهم وكان اسم باباها زي اسم أبو تان وعرفت إنها أخته وكان في كلمة موت واختطاف فرسمت الكصة في دماغها وفعلا الحظ ضرب معاها كالعادة يعني بس رانج وقتها بتتهرب من النقاش مع شين وبتسيبه وبتمشي وبيعود الملك في الحمام بتاعه علشان يرتاح من يومه الصعبدة وبتدخل رانج عليه وبيكون لبس هدومه ولكن هدوم خفيفة شوية فبتقوله رانج إنها عايزة تقوله حاجة فبيطلب الملك من الخدم يمشو ويسيبه مع رانج فبتقوله رانج وقتها إنها مش عارفة تشكره إزاي ولكنها مش متخيلة إنه ساب القصر وجالها مخصوص علشان ينقذها فبيقول لها إنه ما عملش حاجة وأهم حاجة إنها كويسة وبيكون في وردة على وش الملك وبتقوله رانج على مكانها علشان يشيلها ولكنه بيبقى والهان وسرحان ومش قادر يركز في أي حاجة علشان رانج جنبه وموطرة قلبه ولكنها لما بتقرب منه علشان تشيله الوردة بيمسكها الملك من إيديها وبيشدها في حضنه وبيقول لها إنه بيحبها ولكنها مش بتفرح بالاعتراف ده وبتقوله إنه بيحبها علشان بس هي بتوصله بمراته اللي ماتت وإنها مجرد أداية وده مسموه مش حب وبتسيبه وبتمشي وبتستدعي الملكة مومة الملك رانجب نفسها وبتقول لها إنها عايزة تشوف البنت اللي ابنها ساب اللي وراها اللي قدامه علشان ينقذها وبتفضل رانج من بعدها متجهلة الملك وبتتصرف معاه بشكل أقل من العادي وهو طبعا مش بيحب كده فبيحاول ينكشها كل شوية ويخليها تيجي تاكل معاه أو تحكي له قصة قبل ما ينام وبتبقى في اليوم ده تعبانة وبتنم على نفسها فبيسند الملك وشها على قديه وبينيمها على سريره وبيفضل طول الليل بيتأمل في وشها وبينم هو كمان وتاني يوم لما بيصحى ومش بيرضى يصحيها وبيبقى وشه مشرك بعكس الطبيعي وده كله بسببها هي وبيطلب الملك من رانج بعدها انه يوفي يتكلم معاها وبيقول لها انه بيحبها بجد ولكنها بتفتح في العيات وبتقول له ان هي كمان بتحبه ولكنها مش هتقدر تبقى معاه لانها خدامة وهو الملك وغير كده هي بتعتبر نفسها بديلة لامراته اللي ماتت بس هو بيقول لها انها مش بديلة وانه بيحبها حب مميز وحبه ليها قصر حبه الجاة اللي كان مفكر انه مش هيحب بعدها بس رانج بتبطل عيات وقتها فبيقول لها لي ان كلامه المعصول هداها فبتضحك رانج وبالليل بياخد لي رانج على مكان مليان وارد كان مخلي سيدة البلاط وكبير الخدم يعملوا علشانها وبيقول لها انه كان نوي يعترف لها بحبه في المكان ده ولكنه مستعجل شوية وبيكون مجهز لها بوكي وارد كبير جدا ورسمي كده هما اللي اتنين بقوا في علاقة وفي الوقت ده شين بيبقى واقف مع واحد من جنوده ورجعين للبيت بس فجأة في سهم بيتضرب على الجندي ده وبيكون سهمه مسمم وبيقع الجندي ده على الارض وهو بيقول كلماته الاخيرة وبيموت فبيجري شين علشان يجيب اي مساعدة للجندي بتاعه ولكنه بيتضرب بسهم هو كمان في دراعه وبيقع على الارض وهو بيطلع في الروح وبيشوفه الملك اللي كان ماشي في القصر وبيجري عليه علشان يرحقه ولكن شين كان عارف ان السم قرى بيخلص عليه وقبل ما يموت بيطلب من لي طلب وبيقوله انه بيكلم صاحبه مش الملك وبيطلب منه يخلي باله من رنج لانه بيحبها ولكنه اكتر حد هيقتمنه عليها بس بنعرف ان شين ما ماتش ولكن الجندي بتاعه هو اللي مات وقدر شين يعيش بعجوبة بس السم كان ساب قصر وقاضع على دراعه اللي مين ونسبة شفى دراعه تكت تكون معدومة وبسبب المنظر اللي شين شف بيه الجندي بتاعه وكمان دراعه لما بقى الشغال قرر يسيب القصر ويمشي وودع رنج الاخر مرة وبتكون رنجة عايزة تحضنه ولكنه بيقولها ما تقربش منه وبيسيبها علشان يمشي فبتبص رنجة على دراعه وبتلاقي بها نفسيجي وبتعرف ان حياته اللي كان متعود عليها شبه انتهت وبيودع شين كمان ليه وبيمشي وبيرجع وقتها بيته وبيدخل قوضة فيها كراكيب وبيلايه صندوق قديم كان صندوق بابا اللي فيه دعاي والفرح بتاعت ابنه وكمان صورة العروسة اللي شين ما كانش لازم يشوفها ولكنه بيفتحها وبيتأكد فعلا ان رنجة هي سون عروسته وبنروح لرنجة واللي بنعرف ان الملك كان مزبط معاها مكان رومانسي يصهر فيه ولكنه كان عنده غرض تاني وهو انه يعرض عليها الجواز وتبقى الملكة بتاعته وهي طبعا بتوافق ولكن بعد ما كانت مترددة شوية وبيروح شين لمرات ابو رنج واللي بيكون اتأكد انها ورق كل اللي حصل ورنجة كانتها تتأذي فيه وده طبعا علشان تمشي خطتها بتاعت بنتها وبيقول لها انه عارف كل حاجة وهيقضي على خطتها دي ولكنها مش بتبقى خايفة من كلامه وبتقوله انها تروح للملك وتقوله على كل حاجة وبتعرفه انه صاحبه والبنت اللي واقع في حبها بيخنوه لانهم اصلا كانوا هيتجاوزوا وبيروح شين لرنج وقتها وبيقول لها هي ليه ما رجعتش تاني وليه هربت منه فبتفهم انه عارف كل حاجة وبتقوله انها كانت حاسة بالظلم من باباها اللي ما كانش مهتم بيها علشان يتجاوز جديد فبيقول لها شين انه فضل مدة كبيرة يدور عليها زي المجنون فبتقوله الرنج ان حياتها القديمة اتمسحت وما بقاش في اي وجود لسون ولا لعلتها فبيقول لها شين ان ده مش حقيقة وانها لازم ترجع تاني باسم سون وتعيش حياة احسن من كده وعلى الاقل يعني مش هتبقى مجبرة تجدب على الملك انها شمان وبكوة روحية بس في الوقت ده بيكون الملك واقف وراهم وسامع كل حاجة وعرف ان الرنج بتضحك عليه وكل اللي فات كان كتبة ومن غير اي نقاش بيقول لها انه مش عايز يشوفه الشهة تاني في الاصر بتاعه بس بنعرف انه عمل كده علشان مراد باباها كانت رحت لمامته وحكيت لها على كل حاجة ومامته امرت وقتها باعدامها لما ترجع وهتسمحها في حالة واحدة بس انها ما ترجعش للاصر تاني وهو كان عايز يحميها برغم انه زعلن منها برضو وكمان عين وقتها اتنين حراس يحرصوها وكأنهم ضلها بس عصابة وزير الحربية بتاجم على بيت رنج وبتبع عايزة تقتلها بس حراس الملك اده فرصة الرنج انها تهرب ولما شين بيشوفها وهي بتهرب بيجري وراها علشان يلحقها ولكنه بيبقى ابطأ واحد فيهم وبتوصل رنج وقتها لحف التل وبيتكرر نفس المشهد اللي حصل مع القاتل بتاع مراد باباها وبطاع رنج في البحر وبيشوفها شين ولكنه مش بيقدر يقف مكانه وبيروح نطط وراها علشان يلحقها من الغرق بس بسبب دراعه ما كانش عارف يعوم وغيره هم اللي اتنين وطبعا حراس الملك بيرجعوله وبيقولوله على اللي حصل فبيبقى منهار بسبب موت صاحبه وحبيبته بس في الحقيقة شين ورنج ما متوش ودلق ان الطيار نقلهم على شط وشافهم واحد وهتم بيهم وبيلاقيت شفاء بشكل عجيب وبيفضل شين قاعد جنب رنج يهتم بيها لحد ما فائت هي كمان ولقيته جنبها وعرفت ان دراعه تشفاء وبيطلب شين من لي انهم يتكلموا وبيتطمن لي لما بيلاقي عايش ولما بيعرف منه ان رنج كمان عايشة بيرتاح بس شين بيطلب منه يسامح رنج لان اللي حصل لها كان ميخليها مجبرة تعمل كده وبيحكيله حكايتها كلها والحصن الحظ بتعرف رنج وشين ان البنت اللي كانت بتهتم بيهم تبقى بنت الشخص اللي انقذهم مرشحة اصلا انها تبقى امراض الملك وبتعرفهم ان فيه تجمع عليها هي وشوية بنات من عائلات محترمة علشان الملكة تختار عروسة لابنها وبيقول شين للرنج على اللي امراض باباها عملته وبيعرفها انها كمان خلت بنتها اسمها سون علشان تنتحل شخصيتها وتتجوز الملك وده كلام ديها الصراحة وكررت وقتها تروح للتجمع ده باسمها سون ولكن كخدامة لبنت الراجل اللي انقذهم وبتترعب بنت مرات ابو رنج لما بتشوف رنج قصادها ولكنها بتتخرس ومش بتقدر تتكلم وبيكون فيه كام اختبار كده علشان الملكة تحدد عروسة ابنها وبيأمر الملك حد من اتباعه يروح يجيب له رنج وفعلا رنج بتروح له وبيعاية الملك وقتها وبيقول لها انه بيحبها وقاسف على اللي قاله ولكنه كان مصدوم بس عارف انه مش هيقدر يعيش من غيرها ومش عايز يخسرها فبتحدونه رنج وبتشكروا انه سمحها بس فيهم عصابة وزير الحربية بيقتحموا بيتها وبيخطفوها بس المفاجأة لشين كان نايم مكانها ونبس بروكة وكأنه بنت بالزبط وده كان فخ علشان يقبضوا على الرئيس العصابة ده وفعلا نجحوا في انهم يعملوا كده وبيحقق بعدها الملك معه شخصيا وبيكون مستدعي وزير الحربية علشان يضغط عليه نفسيا وبيفضل يقول له ايه العقاب السليم للشخص اللي بيخطف البنات واللي برضو متهم بشنق البنات طول السنين اللي فاتوا فبيقول له وزير الحربية يتقطع راسه يا فندم واي حد فعيلته واي حد ليه علاقة بيه كمان فبيكمل الملك تحقيق وبيسأل رئيس العصابة ده على قدامته فعلا بالجرائم دي فبيعترف وبيقول انه رئيس العصابة وكان بيخطف البنات فعلا وبيباعهم للي بيدفع فيهم سعر كبير فبيمسل وزير الحربية وبيقول له ازاي تعمل كده انت مش بني آدم ولا ايه بس الرئيس العصابة ده بيقول له انه مزنب فعلا ولكنه مش هيبقى زيه في الزند اللي ارتكبه وبيعترف وقتها رئيس العصابة انه كان بيشنق البنات في قصر الملك وكمان قتل مراته بنفسه وكل ده بأمر شخص في القصر وبيروح بغاصس لوزير الحربية فبيفقد الملك عصابه وبيبقى عايزية الرئيس العصابة ولكنه بيسيبه علشان يكمل تحقيق ويخليه اعترف على المزنب اللي بجد واللي عارف كويس انه وزير الحربية وبيقول لوزير الحربية انه هيستنى يعرف المزنب علشان يعجبه بنفسه ويا والويا سواد ليلو مين اللي هيحصل له وتاني يوم بيكون في مظاهرة قدام القصر الملكي بسبب الناس اللي عايزين يتجاوزوا وعايزين حظر الجواز يتلغي وفعلا الملك بيطلع لهم وبيقولهم انه كان مخبي عليهم الخبر ده بس الملكة مراته جاء اتقتلت في القصر ولسه ما وصلوش للارتكب الجريمة دي وبسبب الجريمة دي عمل القانون لمدة 7 سنين ولانهم شاركوا في الايام الصعبة فمن حقهم يعرفوا الاغبار الحلوة وبيعلن عن فك حظر الجواز وبيخلي الملكة مامته تعلن عن العروسة اللي هيتجاوزها من جديد وبتقول الملكة اسم العروسة وهي سون وطبعا مرات ابو رنج وبنتها بيفرحوا ولكن لما بيتقدموا علشان يطلعوا للملكة بتطلع رنج معاهم وبتقول ان هي سون الحقيقية وهما سره واسمعه مكانتها وده بعد ما كانوا هيتلوها وخلوها تهرب السنين اللي فاتت وهي خايفة فبتحاول مرات ابو رنج تخلي جوزها يجدب معاهم ولكنه من بعد ما سمع القصة الحقيقية من رنج وده غير اللي مراته قالته له طبعا ورنج طلعت ما هربتش مع واحد ولا حاجة قرر ينصف بنته ويقول ان هي سون فعلا وكل اللي رنج قالته حقيقيه بجد ومراته مزنبة وهو اهبل وعبيت ولازم يتعاقب وبيكمل شين وبيقول كل جرايم مرات ابو رنج قدام الملك ومامته وبيأمر الملك وقتها بالقبض على مرات ابو رنج وبنتها وباباها والفرصة بتكون جات للملك لحد عنده واعلن وقتها انه هيتجوز رنج وتبقى الملكة الجديدة وبيعم الفرح والسرور على المملكة كلها وكمان بيعترف رئيس العصابة على وزير الحربية بعد ما الملك وعده انه هيسيب ويهرب وكان وزير الحربية مفكر انه هيقدر يهرب بشوية جنود بس الملك كان مجاهز جيش كامل وهو بنفسه مسك سيفه وخلص على الوزير وانتقم لجمراته وبكده بيكون اخيرا تخلص من زنبه وهيقدر يعيش مع رنج بكل سلام نفسي ورئيس العصابة بيكون فكر انه نجا من العقاب بس الملك ما قالش انه مش هيخلي تان ياخد حقق اخته اللي ماتت بسببه وفعلا تان بيمسك رئيس العصابة وبيفكره باخته وبينتقم منه وبيحاكم الملك ابو رنج بعقاب هين لانه مش مشترك في الجريمة ولكنه معرفش يتحكم بعيلته وعزله من منصبه كوزير وحاكم على مراته بالاعدام وحاكم على بنتها بانها تبقى عبده وخدامه وفعلا مرات ابو رنج بتتعدم بس برضو حاسة انه ده مش كفاية عليها ونهايتها لازم تكون ابشع من كده المهم ان النهاية بتاعتنا سعيدة ورنج بقيت ملكة واتجاوزت ليه وطبعا طبعا بوب بيتعزم على الفرح لانه شخص اللي كان مهتم برنج طول السنين اللي فاتت